اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نذهب الان الى خرائط توزيع حبات الرياح المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين نتحدث عن تفاصيل الرياح الشرقية الجافة المثيرة الأتربة والغبار حيث يتمدد منخفض البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا التمدد سيعمل عن نشاط في سرعة هذه الرياح الشرقية الجافة خلال يومي الجمعة والسبت تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية أما بالنسبة لحالة عدم استقرار الجوي نستعرضه في هذه الخريطة خريطة توزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الحالة حيث يتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارا من مساء يوم السبت وحتى يوم الأحد بحالة من عدم استقرار الجوي حيث يتمركز منخفض البحر الأحمر فوق سواحل شمال جزيرة سيناء حيث يعمل على الضخ لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية حيث تتكاثر بسببها الغيوم العالية والمتوسطة يتخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية كما ذكرنا اعتبارا من مساء يوم السبت تستمر خلال ليل السبت على الأحد ويوم الأحد بإذن الله قبل أن تتراجح على تعدم استقرار الجوي ويعود التقصي لاستقرار اعتبارا من ليل الأحد على الاثنين بإذن الله نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يوجد التقص صافي مع 20 درجة مئوية أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار 29 درجة مئوية متوقعة أما السبت 22 يوم السبت خلال ساعة النهر تستمر هذه الرياح الشرقية بالهبوب وبالتالي يكون التقص نوعا ما مغبر مع 27 درجة مئوية لكن خلال ساعة الليل تبدأ المملكة تتأثر بحالها من عدم الاستقرار الجوي حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في العديد من مناطق المملكة حالة عدم استقرار الجوي هذه تستمر يوم الأحد خلال ساعة النهار وبالتالي تكون الفرصة أيضا مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية ومتفرقة من المملكة خلال ساعة نهار يوم الأحد على أن يستقر التقس ليلاً وتنخفض درجات الحرارة لتسجل 19 درجة مئوية فقط بهذا نهاشتنا للقاء اشتركوا في القناة